محافظ صلاح الدين يحدد أولويات المشاريع الاستثمارية المقبلة ويتابع الأوضاع الأمنية والخدمية في قضاء الطوز تيكريت تشاطر سامراء أزمة الجازة والسواق يتهمون المحطات تهريب حصصهم وضلعية محطة استراحة جديدة لطريق مارسيدس بينز مراقبنا يؤكدون نجاح سوداني إسقاط ورقة ثورة الجياع من بعض المنافسين وضوء أخضر أمريكي لدعم توجهات ضبط الأسعار ووزير الخارجي الإيراني في بغداد بوساطة حوار مع رياض وواشنطن وطلاب كليات الطب العراقيين يتقدمون على زمولائهم العرب ومن عنوان النشرة إلى تفاصيلها والبداية من تيكريت أهلا بكم ترأس محافظ صلاح الدين اسماعي لخدير الهلوب اجتماعا ضم مدير الاستثمار محمود جاسم وقيم قام قضاء تكريت عمر طارق وعاددا من مديريات دواء المعنية لوضع الخطة الاستثمارية والعمل على تهيئة المجالات الخاصة بالشركات المستثمرة للنهوض بواقع الاستثمار في المحافظة دعما للقطاعات الأخرى ووجه المحافظ لتقديم خطة متكاملة للجهات ذات العلاقة من أجل وضع برنامج متكامل ذي جد واقتصادية مبنية على دراسة علمية واضحة كما أوصى باستمرار اللقاءات المتبادلة لانضاج المشاريع الاستثمارية وتهيئتها وإزالة كافة التجاوزات على الأراضي الحكومية في عموم مدن المحافظة وقضاء تكريت على وجه الخصوص وفي سياق ناقش الهلوب مع النائب هند محمد صالح القضايا الخدمية والاجتماعية وتكثيف الجهود والمضي قدما في تقديم أفضل خدمة لمواطن المحافظة والتقى محافظ صلاح الدين اسماعيل الهلوب بقاء مقام قضاء طوز حسن زين العابدين والوفد المرافق له وعدد من مديري الدواء الخدمية واستمع لشرح المفصل قدمه زين العابدين عن طبيعة المشاريع التي يجري تنفيذها والمشاكل التي تعترض المتطلبات الضرورية لاستكمال تنفيذها ووجه الهلوب لتذليل كافة العقبات أمام المشاريع الحكومية وشركات المنفذة لرفع وطيرة العمل ويشار إلى حدوث أزمة غذائية في القضاء نتيجة فرض إجراءات مشددة على عمليات دخول البضائع ضمن أولويات خطة التطعيم الأمني بين الشرطة الاتحادية والرد السريع لتعزيز الأمن الاجتماعي وفي ذات المهمة التقى كوا محمد رشيد مسشار محافظي صلاح الدين للشؤون الأمنية والعسكرية برفقته مدير مقافعة المخدرات والمؤثرات العقلية في صلاح الدين العميد حسين علي كردي خلال زيارته لقسم مخدرات الطوز وعدد من مسؤولي سيطرات لواء الرد السريع في القضاء لبحث سبل التعاون المشترك بين أجهزة أمن الدولة في إنجاز المهام المكلفة بها ضمن قاطع المسؤولية كما التقى الرشيد بمدير دائرة مكافحة مخدرات محافظة كاركوغا وتم الاتفاق على تنسيق العمل وتقوية أواصر التعاون بين الدائرتين بما يسهمه في تدليل المعويقات وتأدية الواجبات على أفضل شكل وفي القطاع الفني ناقش نائب الفني لمحافظ صلاح دين عمر حكمة البلداوي مع مدير عام الشركة العامة للصناعات المطاطية والإطارات المهندس حيدر ناصر والوفد المرافق له فقرات الاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناع والمعادن ووزارة البيئة حول آلية معالجة وتدوير الإطارات المستهلكة وتخصيص موقع لتجميع تلك الإطارات والعمل على مخاطبة الدواء الحكومية كافة في المحافظة لغرض تسليم ما لديهم من إطارات مستهلكة ومواد مطاطية البلداوي أبدى تعاون حكومة المحافظة في الأمر كونها تشكل خطرا بيئيا وأن تتبنى الشركة العامة للصناعات المطاطية تهيئة وتنظيم العمل في موقع تجميع الإطارات المستهلكة في المحافظة اليوم زيارتنا إلى محافظة صلاح الدين شرفنا باللقاء السيد نائب المحافظ الموضوع الذي جاي من أجل إحنا فيما يخص موضوع الإطارات المستهلكة إنشاء مركز لتجميع هذه الإطارات وتدويرها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء للمصادقة على الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصناعة ووزارة البيئة التي تضمن إنشاء مراكز تجميع الإطارات المستهلكة في جميع المحافظات والتخلص منها من خلال التدوير هذه الإطارات تعتبر من المواد النفايات الصعبة التحلل يحتاج إلى إجراءات لغرض التخلص منها وإن شاء الله أننا اليوم كان لقاءنا مثمر ويسيد النائب ستكون متابعات مستمرة مع المحافظة لغرض إنشاء هذا المركز ويكون تعميم إلى دوار المحافظة بأن تكون تنقل الإطارات التي لديها لهذا المركز ونستمر بعملية التدوير وننقل هذه المواد وفي ملف مهم من التقى المتحدث الرسمي باسم كتلة الصادقون النيابية ونائب لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية محمد البلداوي رئيس الوزراء محمد شيع السوداني وناقش اللقاء في استكمال متطلبات الإدراج للمشاريع الخاصة لمشروع إنشاء الطريقة الرئيسية الرابط ما بين محافظة بغداد وصلاح الدين والمحافظات الشمالية وشدد البلداوي حسب بيان لمكتبه خلال اللقاء على المواضيع التي تتعلق بالأمن والصحة والأبنية المدرسية وقطع الكهرباء وتقديم الخدمات البلدية والبنى التحتية في بغداد والمحافظات البلداوي أكد لسودان أهمية رسم خطة تعاون استراتيجيا لمعالجة المشاكل التي تخص المدخل الشمالية وتقدم عجلة المشاريع في جميع المحافظات وفي تواصل مباشر بين الطريق والمعاناة فإن تعب النهار يضاف له سهر الليل وأرق أصحاب مركبات الحمل بقضاء سامر إذ يضطر السائقون للمبيت أياما أمام أبواب محطات الوقود للحصول على أربعين لتر من مادة الكازة وقد ينتهي بهم المطاف دون الحصول عليها لأسباب متعددة منها تهريب الوقود مقابل غياب الرقابة الحقيقية بحسب المواطنين مطالبين الجهات المسؤولة وإدارة محافظة صلاح الدين توضيح أسباب شح الكازة ومحاسبة المتسببين بالأزمة بالقضاء وعموم المحافظة نزمة عندنا مالقاز خوية أسان نص صبح واقفها السراش طولة وشعرها ما عرف أهل الأوريات يومية بين يوم ويوم يفولون يذبون للمولدات أمسوين أزمة علينا معرف شو السلبة ما دي إذينا إحنا أسان الكيام والتي أربعين لتور وكل أسبوع يلا أفول يومية ما أقدر أفول يومية يقولون أربعين لتور ما أكو أربعين لتور لأنني أجل زم سير أمالحق أساني صالي من ثماني أواقف لما هو صالي يقولون خلاص القاز زين وأرجع النوم زين أنا شون أشتغلي شون أعيش شون أعيش جوالي والله معرف زين والله أطالب شوفونا حلل هاي الأزمة يعني أزمة أزمة قوية صارت يعني لا يوم ولا يومين إحنا أهل سامرة نعاني من هاي الأزمة البارحة عاني بايت من العشرة بالليل للعشرة الصبح يومية أربعين لتور فريد حلل هاي الأزمة مالتها القاز القلعة يزدحام سامرة بيها ما يقارب عشر محطات كل ازدحام بالتسعة بالعشرة اتعزل المحطات خلصة الحصة يعني الحصة شارس 12 فستسوها عشر تاراف يعني طالب الجهات المسؤولة نشوفونا حلل هاي الأزمة إلا متى يعني لترى القاز بالشارع بلف دينار بلف هسا حاليا وإحنا أصحاب عوائل وأصحاب عمل يعني نجي نبات لا نخذ القاز هسا عني طلعت للطيوب والذي في صفة الطيوب ما لقيت قاز وهو جعت لأنسا مرة مزدحمة ماكو قاز وهسا راح أطلع أطلع القلعة يعني إلى متى هالأزمة ريدي أشوف المسؤولين واحد يجي وجه الأزمة هاي يشوفلها حل يعني الناس بالضرر هاي اللوريات مزدحم الكيات مزدحم وإحنا نطالب نطالب برفع هذه الأزمة مال تلوقود ونريد حل طبعا إحنا الناشي على الدولة والحكومة المحلية والحكومة المحلية تحللنا أزمة القاز نبات يوم ويوميا من ورا القاز وإحنا كلنا حصصنا مئة لترة وخمسين لترة واربعين لترة ونضل يوم يوم وين يعني إحنا بلد نفض إيش يصير بحالنا يعني إحنا شيء إن من الناشي إحنا ناش كسبة علي من الروح ما تقولولي علي من الروح الله بلانة بهالعيشة القشرة يعني لا حول ولا قوة ما نقدر نقول غير لا حول ولا قوة تروح على بالمحطة أول ما يحكو لك والله اليوم الحصة قليلة والله عشر عشر السيارات بينما توصل اليوم قال عزلنا تروح على غير محطة كذلك لا لاكوا رقابة لاكوا الدولة التي تحاسبهم لاكوا محاسبة عليهم ما تعرف ريقاز وين يروح إذو بلترينة عشر تالاف لتر يوزل العشر رخ مستعد السيارة والبغات وين يروح ما يعرف يعني إحنا شلو إحنا نظل بغير المعانات يومية نطالب في ريقاز يعني إحنا سائل عالم واقفة إنها نبايت بها وكل ما عصلت الله وقيلة نجي خاني نقف عليها عشر سيارة قدام عشر سيارة قدام أعبد للقلعة هسا قدت حيابا القريبات والله بالقلعة ميز سيارة قدامي قسم من برب الكعبة بخمسين دقيقة فوالت وهسا ثمان سيارات فوالت ويقولون خلاص القاز يعني إحنا المعضلة ما عدت خلاص إحنا المرار يومية التعامل منور القاز هو حصدنا أربع إيلاتور كل ما نجي نقف هاي ما بيها ديش ما بيها يعني واحد وين يروح وين هو اللي ببجة بعد ما يرهم حتى الله ما يقبل يعني شوفونا الشارع إحنا نظر هاي المعاناة منور القاز هم يسبب الأزمة ما وزع لثمان سيارات عشر سيارات يقول خلاص القاز الحل شلون شوفونا الشارع الطالب يعني الناس يجيوا مراقبة يتراقب يعني ما وزع لثمان سيارات عشر سيارات يقول خلاص القاز الوجبه ما تونده تروح والله يا أخي هاي لازم نتعقز ده واختنا الله وكيلك واقونا زي يضربون سره اللي جدام ويسوف ووحي ما نقدر نضرب سره نستحي من ضرب السره اي والله هاي لازمة والله من دمرتها دمار والله وكيلك اي والله والله طالب بكت الله يسهلونه القاز يسهلونه هاي الشوارع اللي قادية تعبانة بسي ما ريد نرد نرد ندهم بسي القازات والشوارع هاي التعبانة وهذا واش يريد منعدهم طالب الحكومة إيجاد حل مشكلة القاز يعني أنا أطلع ساعة الخمسة الصبح حقها فسر أمال القاز المؤصل البانزيخانة ساعة به داعش بعد ما وصل البانزيخانة يسدون الباب والله خصة الحصة والله صال لي أربعة يام ومحص القاز يعني الحصة 40 لتور يجي لك أبو اللوري يعني أكثر يفوتون اللوريات يحملون هذا 300 لتور 200 لتور 400 لتور تلقاه عادة هنا يقف ورا لبيوت يروح يبيعون هذا السوق سوداء شون والمواطن اللي يراكب سيارة يطلع يومية من الفجر يروح يشتري السوق سوداء يضطر أنه يشتري بـ 850 لتور غصب المواطن تشتري بـ 850 بالقاز بالبانزيخانة تقف سيرها من الفجر الحد ما يصير دين يضور يسدون الباب كيف ما تحصل أنا صار لي أربعة يام فأنت طالب الرئيس محمد السوداني محمد الشاعر السوداني مطالب مجلس الوزراء مطالب من النواب يقونع إيجاد حل وفي ذات معاناة السواقي وأزمة القود فأن قضاء تكريت يشاطر سمراء شح الكاز ويستنسخ طوابير الانتظار ومبيت أصحاب السيارات كمحاولة للحصول على حصاصهم التي أكد البعض تهريبها من قبل المحطات وبيعها تجاريا ليضم المتضررون أصواتهم مع السائق سمراء مناشدين الحكومتين المحلية والاتحادية وضع حلول طارئة وعجلة تزيح المعويقات من أمام مصادر أرزاقهم أخي إحنا من البارحة بايتين على القاز بايتين مبيت إيم الساعة عشر الصباح إلى حد الآن يعني ما حصلنا قاز حد ستطبونا على المدير أنترنية ماكو باقي المحطات كلها توزع بس هايا ما بيها فتح الفتوح قاز يعني وجاء يجي من الموصل من كاركوك من أي محافظة يجي فول مننا إحنا نطالب من مدير التوزيع يسوينا له كابانات صلاح الدين لو يسوينا على بطاقة السكن يعني ما ضل حل بها يعني أنترنية ماكو فرد نوب يعني الروح عليه هسا أنترنية كل المحطات موجود بس بها ماكو ما عرف قاز ماكو أنترنية ماكو ما حد ينطينا النتيجة يعني ما حد يوصلنا النتيجة شن هي أستاذ من البارح الساعة بثنتين لحد الآن ما محصلين لحد الآن ولا سيارة دخلوا والسرع كل ما نروح لهم يقول شبكة ما لأنترنية ماكو زين باقي المحطات شنون جاي يدير قاز إذا شبكة هم ما معدهم المحطات كلها جاي يدير ويقول شبكة ما لأنترنية ماكو وصار يوماً على السرع هاني احنا جاي نشوف معانات بالقاز صارنا يومين طابقين على القاز وهسا الساعة بدأ بالعشر ونص ولحد الآن ما مفتحين المحطة وجاي نشوف معانات مو طبيعية هنا على القاز وتنتظين حين الله شاهد ذاك اليوم ثلاثة يوم أنا طابق السرع على القاز روح للمحطات الأهلية يوزع لثلاثة الاف أسد المحطة ويبيحن بالليل تجاري نجي للحكومية الحكومية هسا الساعة بالعشر ونص وما مفتوحة لحد الآن وواقف من البارحة الله شاهد هاي سيارة من البارحة واقف من البارحة بثنتين الظهر ولحد الآن وما مفتوحة ووجود ما حصل وروح للمحطة يوزع لثلاثة الاف سيارتين ثلاثة وسدها ويبيحن بالليل تجاري يعني هالسا احنا خالر العزيز يعني معاناتنا بالنسبة لنا أنا بالنسبة ليا بايت الله شاهد من البارحة وعنده السيارة يعني من البارحة يعني المعانات لحد الآن ولحد سبع العشر ونص وما فتحتها المحطة يعني ما احنا اهم على الباب الله يريد يشتغل يريد كذا يعني هاي البار حوالي يوم وهس يجوز احتمال الورى الظهر يا الله فول يعني هاي نهارة كتلت على شر تلقاب والحدة الان يعني حتى ما عارف انترنيت ما عارف شنو يقولون مسدودة والله هي يعني معاناة تعرف انت سيد والله انت تأمل يعني شوية توفر المحطات تفتح انترلينات يومية كنت يعني الحصة كنت بنفس النهارة تفويل همي خالب وضمن حدود لقمة العيش بات حلم توفير راتب ثابت ومستمر للكثير من الاسر معدومة الدخل المالي في قضاء بيجي بعيدا بسبب تأخير ظهور اسماء المتقدمين على شبكة الرعاية الاجتماعية واكد مواطنون لدائرة الرعاية تؤثر بشكل سلبي كبير على حياتي مع سوريا الحال وتتهم البعض عدم استحقاقهم وشمولهم مطالبين المسؤولين اجراء كشف ميدانيا لمعرفة حقيقة اوضاعهم المعيشية احنا نشكو السيد المحافظ على مدر رعاية الاجتماعية عندي ابني واحد معواق بيصرع واللاق متزوج ويشتغل عماله يجي تشم نوبة قدمنا له الاستماعير ما طلعت اخر شي اذا زلنا من القيمة مقامية على الرعاية الاجتماعية رحنا على سيد المدير سيد المدير ولا دار النبال الحاجي ولا كأنه بشر جاي يحش شوية انتظروا همتى ننتظر ننتظر سنة سنتين يعني احنا مو بشر يعني هذا بيصرع الولد ملقوح وهذا ويراد لعلاج الراد لمين ريد نجيب لواني عندي بتر وهاي عيوني ما اشوف بها هيا فردنا بعورة هم بان الحالة ما تساعد احنا اليوم قدمنا معاملة صار شهرين ونص يم استاد مازن بالبيجي ولا احد يخابرنا ولا شي يعني جماعة قبلنا لعدهم ممكن الله يعلم ما احد يعرفش يكو مكو خابرهم وسلمهم حد ذكاية واحنا الحاليا ولا احد خابرنا ولا هاد يجي عليه يقول ان تضرب احنا طالبنا بس يريد يخابرنا يطلع علينا باحد يقولون عساسي احنا الزناقيل خلي طلع علينا باحد يشوفني احنا عمال صارنا اليوم نركض وراء شهرين وحال حياتنا كلها قضينا عمال لا سيارة عندنا لا شيء عندنا والله لو عندنا شيء خلي طلع لحق الدولة علينا احنا مكو حلس حاليا نشتغل عمال بتكريت يعني جاب لين الرعاية مال بتكريت ومال البيجي وماكو كل فائد وفي الجانب المضيء من نتائج الاستقرار اقامت الفرق التطوعية فعاليات فريدة من نوعها وبافكار لم تكن مألوفة في المجتمع العراقي وقد اثار تجمع اصحاب سيارات المارسيدس بينز انتباه الكثيرين لجمالية الفعالية التي جمعت تعشاق هذا النوع من السيارات بمختلف موديلاته من عموم مدن العراق وقد حط تجمع رحاله في قضاء دلوعية كأحد محطات استراحاته اثناء جولته في البلاد وسط ترحيبا كبيرا من اهالي القضاء مشدنا بتكاتف الشعب بمختلف طوائفه في ابسط المبادرات واكدنا ان وحدة الصف ستكون الغالب في نهاية المطافة نتيجة للاستقرار الامني الذي تشهده اغلب المحافظات العراقية شجع ذلك الى تنشيط المجامعة الشبابية بابتكارا لانشيطة مختلفة تعزز لدور التعويش والتواصل بين ابناء الشعب العراقي مما شجع مجموعة ممن يرغبون باقناء سيارات المارسي ديس بنز ولمختلف موديلاتها الى تفعيل اغروبات للتواصل بينهم واللقاء والتجوال باغلب المحافظات العراقية ومنها محافظة صلاح الدين ومن بين جولاتهم زيارة قضاء الضلوعية حضرنا من محافظة ديالة الى قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين هذه المحافظة التي طالما حاول داعش اللعينة السيطرة عليها احنا اليوم نريد نوصل رسالة انه الضلوعية وصلاح الدين منطقة آمنة وكنا اليوم في ضيافة كافة عشار اهالي الضلوعية شكرا جزيلا لكل عشار الضلوعية وشكرا لكل من سعى لخدمة هذه المحافظة وهذا القضاء صلاح الدين آمنة باهلها وناسها وطيبتها نشكرهم على حسن الضيافة احنا اليوم والله يعني سعيدين جدا سعيدين انه نكون في ضيافة اهلنا في قضاء الضلوعية اصدقائنا واخواننا من ديالة حياهم الله وكل خطوة هلأ ألف هلأ بيهم وضوعية ان شاء الله دوم سباقة باستقبال كل وافد ألف حياهم الله جميع اقضية صلاح الدين ان شاء الله عندنا جولة وعندنا جولة الروح للبغداد ديالة ان شاء الله اذا اتجاه القروب اتجاه محافظة نينوة ايضا ان شاء الله معهم نتمنى ان تزيد هذه التجمعات الحلوة خدمة للتجمع هذه الالفل بين الناس بين الشباب وبين هاي الناس اللي تقتني السيارات انتيكة حلوة ونتمنى ان تتطور بعد اكثر ان شاء الله ان شاء الله الموافقية لجميع بين اعضاء القروب الخاص بسيارات المارسيدس بنز عن امتنانهم اثناء جولاتهم في قضاء الضلوعية لما قدموه ابناءها من حفاوة وترحاب واستقبال والتفاعل معهم لما يقتنوه من سيارات ومن ماركات عالمية مباركين حملة الخدمات وخصوصا الطرق في القضاء والتي ستساهم بتخفيف المعاناة عن المواطنين واصحاب المركبات كافة منطقة الضلوعية من الصغري سامع بيها انه منطقة حلوة وبيئة جوب مرتب وهذا الشرط الحلو سامع بيها من انا صغير فحبيت اجي اشوفها بصراحة اجينا اشغناها وان شاء الله بعد هذه المرة هاي جاينا اكثر من مرة على الاستقبال اكثر من طائع اليومان قد اوصفوا الصراحة بصراحة انا متفاجئ سماعت انه ستكون نظلوعية واتفاجأت بصراحة بهيج استقبال احنا اصلا جيتنا الهناية من محافظات الديالة جاية الهناية حتى نعكس الصورة اللي قد تكون مأخوذة عن الضلوعية ودا ريد ان نوصل رسالة للعالم عن الامن الأماني اللي موجودة بمحافظاتنا وخاصة بهيج مناطق اليوم الحمد لله مثل ما شفون الشباب شرفون عشائر ومحافظات مختلفة من بغداد وديالة وصلاح الدين وان شاء الله هذه فاتحة خير انه تكون نداء او دعوة للقروبات الباقية انه هذه المحافظة ايضا تفتح على فاق الترحاب والضيافة في عموم العراق على هذه القروبات ما الموصل نعم هي سقة انه زيارة يعني قبل هذا التجمع واعجبوا بالمنطقة من حيث موقعها الجغرافي ووجود نهر الدجلة ومرافق سياحية والمحاصة للنهائية هي مو مدحلة للمنطقة ولكن ضيافة اهلها وكرمهم واعجابهم بالقضاء الضلوعية ومرافق السياحية واهلوا يعني حسينا نفسنا باهلنا احنا بين اهلنا لا شفنا مثلا احد ضايقنا او فتشي وهاي بالعكس كانت ترحيب كل شحار وحسينا روحنا التقينا بناس يعني احنا ما ملتقين بهم اصلا وتحس كأنما انت تعرف وصالك فتاة سنين طويلة وعندك عشرة وعووية وكلش حالية يعني يعني ناس طيبين جدا وناس مسالمين جدا فعاليات جماعية ومنظمة بواسط السيارات المرسدس بينز ولموديلات المختلفة تجوب اغلب محافظات العراق ومن بينها صلاح الدين وتكون الضلوعية من بين محطاتها واستقبال وترحاب من قبل الاهالي لقناة صلاح الدين الفضائية جاسم الابو جاسم الضلوعية وعلى امتداد الرقعة الجغرافية من صلاح الدين الى السليمانية تبقى معاناة المواطنين متشابهة فتذبذب اسعار الدواء اثاره والاخر غضب المواطنين في السليمانية وتتنوع الاسباب بنظر مختصين وعموم المراجعين لصيدليات اذ يؤكد للكثير منهم ان التهريب وغياب الرقابة الحقيقية واضم حلال دور نقابة الصيادلة كان السبب وراء انفيلات الاسعار بحسب مزاجيات مداخر الادوية بينما يدافع اصحاب الصيدليات عن انفسهم مبينين ان تذبذب اسعار صرف الدولار واختلاف المناشئ هي المتحكم الرئيسي باختلاف الاسعار ومع تباين الاراء بين الاتهام والدفاع يبقى المواطن ضحية الغلاء دون رقيب لتجار الاسمات مع انتشار بيع شركات الادوية وضعف الجانب الرقابي عليها يشتكي اغلب المواطنين من ارتفاع اسعار الدواء وتفاوتها بين منطقة واخرى اتصلوا في بعض الصيدليات الى ما يفوق ضعف اسعارها الطبيعية في صيدليات اخرى كل اسعار كل السيدلية ايه بشكل شافي بيعون فاني اول تلبار حياني وابوي يجي حب مال ابويه ومال امي مال الضخط مال السكر هناك غذناء تقريبا 25 هنا تقريبا 36 مع المادر ايه محل الصح او مصح ايه غالي الاسعار ايه غالي الاسعار يوم ورا يوم كل السيدليات كل واحد يبقى شاف شكل ماكو رقابة ماكو ايه والله ايه والله اكو فرق بين السيدليات بهم غالي كلش يعني السيدليات نقولهم صراحة كلهم قصابين يعني ماكو دكاترة السيدلية كلهم يعني كلهم غالي والله الاسعار الغالية ماكو رقابة ايه واحد الا الصيدلية ايه واحد يجي يفتح الاسعار وعلى جانب الاخر يعز الصياد لهذا الارتفاع والتبايون الى عملية دخول المهرب من الادوية وتنوع المناشئ اضافة الى تذبذب سعر الدولار في الاوينة الاخيرة دولار يعني تربطوا الادوية يعني يجي عن طريق الدولار الادوية مالتنا كلها عن طريق الدولار يجيو هذا فمذاخر طبعا يعلوننا اسعار يعني يصعد الاسعار عندهم في نفس الوقت يعلى عنه وهذا القوام ثابت يعني هسا القوام جاي يصعد عندنا اسعار فهذا من احد اسباب انه صعود الادوية حاليا موجودة تعرف الادوية مناشئ الادوية اكو مناشئ فمنعدها المنشئ اللي يجي هندي او عراقي او سوري هذا سعره طبعا يصبح رخيص والمنشئ يسمونها شركات رصينة اللي هي الشركات الموثوقة واللي دواها شغل مالته 100% بيرسيت مالته فهيصير سعرها غالب فالمواطن ما يعرف هذه الشركة اصلية وهذه الشركة عادية واكو بعض الاعيان عندنا الحدود مفتوحة يجيبنا انها تهريب هذه تكون نوعاتها كلش رخيصة هذا التهريب مقارنة بالشركات الاصلية فحسب المنشئ السعر ويقول معنيون انه لاجل مراعاة ظروف المواطن ووضعه الاقتصادي والظروف الصعبة التي مررنا بها ونمر بها الان لا بد من اتخاذ بعض الاجراءات والتشريعات المهمة بهذا الشأن ومنها دعوة اللجان البرلمانية ممثلة باللجنة الصحية واللجنة الاقتصادية اضافة الى ممثلين عن وزارة الصحة ونقابة الاطباء والصيادلة الى تشريع اوسن قانون تمنع ظاهرة ارتفاع الاسعار او التباينها بهذه الصورة عباس محمد قناة صلاح الدين الفضائية ونبقى في تقلبات سعر صرف الدولار اذ لم تكن الادوية وحدها مؤشر القلق للمواطنين فقد اشتكى اصحاب المحال في قضاء تكريت من تذبذ بسعر الصرف مشيرين الى خسائر مادية كبيرة تعرضوا لها بسبب الصعود والنزول المفاجئين بسعر الدولار وهو ما اضر السوق بركود لم تشفع له تسعير الحكومية الجديدة بسبب غياب المراقبة الحقيقية لتجارة اول شي الاسعار كان الدولار مرتفع 167 واحنا بضاعتنا اخذناها من كان الدولار صاعد فالدولار نزل فاني بضاعتي يعني من بعد ما احبيحة خسارة ما الصرف لي والحد الآن السوق يعني متوقف كلها عامة شراء ماكو بيع ماكو العدة ورق ما يبيع ابو الصيره فمتوقف فاسعار يعتبر غالية السوق صاعد فد مرة يعني شحشي لك عن التجارة خسارة هواية مفادة يعني يعني انا قاصد بها فرضا خنقول ب13 نص واسع صحيح خنقول ب13 وأنا قاصد ب13 خسارة كتنكة 500 دينار الشكر كذلك والتجار يعني الخازن بضاعة فما يقدر ينزلها قاصة يعتبر خنقول ب167 خنقول ب167 خنقول ب167 واسع نزل خنقول ب26 خسارة فادمرة يعني البضاعة والناس خايفة حتى السوق شوف الحركة حاليا ماكو ماكو بشر لا اكو بيع ولا اكو شراء احنا نطالب باستقرار الدولار بالتوزيع للتجار الكبار حتى يمولوننا اكتر بسعر زين وارخاص حتى نستمر مو ثابت لأسعار غير ثابتة فلازم ينزل الدولار كافة المحافظات او يستغر على سعر محدد حتى واحد يعرف يشتغل يتسوق ما يتسوق مو قاعد مثلين انتظري ينزل يصعد يخاف لا يخاف لا يصعد يخاف لا ينزل يتسوق بضاعة غالية وهكذا بالنسبة للسوق اليوم احنا اللي دا نعاني بصراحة كل المواطنين اللي دا يتبضعون واصحاب المحلات المفرد والجملة هم دا يضايقون من هذا الموضوع لانه الدولار احنا الحكومة العراقية بادرت انه بنزول الدولار ومسعاها مشكور بس لحد الان ماكو اي اجراء بالنسبة للصيرفات انا منتورجه على الصيرفة واقول لي بيش السوق يقول لي مئة وربعة وخمسين هذا اليوم يقول لي مئة وربعة وخمسين اقول لي عندك ورقة الصرف لي اريد 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 اشتري من عندك اجنبي يقول لي ما عندي السحالية ما قبضنا شي ملموس صراحة احنا من دا يجي المواطن يتبضع من عندنا من المحلات مالتنا مغطرين دا نبيع نفس الاسعار اللي من كان الدولار بمئة وعشرين الف نفس الاسعار ما غيرنا شي احيانا اكو درازة ناخذها بـ 11 وبعشرة وبـ 12 دا ينباع بألف نفس الشي بالنسبة لهاي الحاجة الف اما الاشياء الاخرى الاعلى مستوى بالشراء دا يضآن الي ادري به ومن خلال عملي وممارستي بالسوق دا يشوف ابو المحل الجملة دا يضايق والمواطن هو بالنتيجة هو اللي متأذي بالاكثرية بالاغلبية فاحنا نتمنى من الحكومتنا انه تهتم بهذا الامر لان الظاهر اكو في جهات اعلى دا تسيطر على مستوى السوق ولان محطات الحلول والمعالجات طويلة ومتباعدة ايضا يرى محللون ومراقبون نجاح رئيس الحكومة العراقية محمد شيع السوداني في اسقاط مبررات العودة الى الاحتجاجات الشعبية بعد قرار خفض سعر صرف الدولار الذي وصفوه بالشجع وغير المتوقع في توقيتاته وتحدياته في مقدمتها المخاوف من حصول ثورة الجيع المحللون رسموا المشهد في ثلاثية المائة يوم المتمثلة بالكشف عن اكبر صفقة فساد في العراق تمثلت بما يسمى سرقة القرنة ومعها ايضا تفكيك ازمة الدولار واسقاط هذه الورقة من ايدي خصوم وحلفاء ليس على خط واحد من تقييم اداء السوداني ويعتبر مراقبون للشأن السياسي خطوة السوداني في خفض سعر صرف الدولار بالانجاز وانه على الطريق الصحيح في الايفاء بتحوداته رغم صعوبة التحدي وضحين ان الانتقال الى معضلة الكهرباء والبطالة سيعطي السوداني قوة دفع اضافية تنعكس سلبا على خطط العودة الى نقطة الصفر باحتجاجات مفتوحة لان المبرر يكون قد فقد صلاحيته وان احد لا يغابر بجس نبض الشارع من دونه اكدت وزارة الخزانة الامريكية استعدادها لتقديم الدعم المطلوب لجهود حكومة رئيس الوزراء محمد شيع السوداني فيما اعلن البنك المركزي العراقي اطلاق حزمة تسهيلات جديدة لاستقرار سعر الصرف وجاء ذلك بعد اجتماعات لساعة طويلة عقدها وفد البنك المركزي العراقي مع نظيره الامريكي ممثلا بالاحتياطي الفيدرالي والخزانة وغرفة التجارة الامريكية التي تضم مجموعة كبيرة من الشركات الامريكية المختصة في مختلف المجالات حيث تدمى الاتفاق على العمل المشترك لمواجهة تحديات المنصة الالكترونية للحوالات والنقد وبما يعزز التعاطي بمرونة مع الازمات خلال هذه المرحلة وهذا يتعلق بحزم المطلعين اولا على منح العراق فترة زمانية للتعاطي الايجابي مع محددات المنصة الالكترونية طالما الاتفاق على منع التهريب وغسيل الاموال اصبح التزاما ثابتا وايضا التأكيد على مشاركة الشركات الامريكية في الاستثمار وتعزيز وتكثيف التعاون في مختلف القطعات انطلاقا من معرفة بغداد ووشنطن بان الوقت ليس للمشاكل بل توسيع التعاون بمختلف القطعات وانطلاقا من القراءات الواقعية للمتغيرات كشفت صحيفة الجارديان بريطانية ان الحرب على العراق ما زالت تؤذكر بشكل كبير على السياسة البريطانية الداخلية وتوجه الاحزاب السياسية داخل المملكة المتحدة الصحيفة في تقرير بمناسبة ذكرى تظاهرات المليونية البريطانية الرافضة للحرب ضد العراق قالت ان الشعب البريطاني والذي خرج باعداد مليونية في الخامس عشر من شباط عام 2003 اثبتوا انهم كانوا على الجنب الصحيح من التاريخ الگارديان وصفت الاحتجاجات بانها اكبر تحرك بشري عام لاهداف سياسية على حد تعبيرها مشددة ان الغضب الشعبي العالمي من تصرفات بريطانيا وامريكا كانت جميلا جدا ولا يزال حتى اليوم يعتبر نقطة تحول في السياسة البريطانية والعالمية بحسب قولها ناقش وزير الخارجية الايراني في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي مستجدات العلاقات الثلائية والمحادثات النهوبية الخارجية الايرانية اكدت في بيان ان الوزيرين ناقش الخطوات المتصلة بالاتفاق لالغاء العقوبات على ايران مشيرة الى ان عبداللهيان تلقى دعوة منظيره العراقي لزيارة بغداد وتتزامن هذه التحولات بعد مباحثات مهمة اجرها وزير الخارجية العراقي مع المسؤولين الامريكيين لتطبيق اتفاقية الاطار الاستراتيجي وايضا ضبط سعر صرف الدولار وعلاقتها بالعقوبات الامريكية ما يتطلب حسب رأي دولماسيين تفاهما ايرانيا للمتقيرات حيث ممكن لبغداد لعب دور الوسيط بين تهران وواشنطن انطلاقا من الفريقين بها اعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي لدى العراق ان بغداد ستحتضن اجتماعا دوليا بالتعاون مع مستشارية الامن القومي الاسبوع الجاري بمناسبة الذكرى الاولى لليوم العالمي لمنع تطرف العنيفة المؤدي الى الارهاب بدوره اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي ان المجلس داعم لفعاليات ثقافة التعايش وتسامع ونبذ التطرف والتي يجب ان تترسخ في اذهان الاجيال الجديدة من خلال المناهج التعليمية في مختلف مراحل التعليم وفي العمل الاستباقي ايضا اعلنت قيادة العمليات المشتركة مقتل ستة ارهابيين بضربة جوية في محافظة ديالا وقال نائب العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمد داوي ان خلية الاستهداف في القيادة وبمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبضربات جوية ناجحة استطاعت قتل ستة ارهابيين في سد حمرين بقاطع ديالا وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية انه بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة نفذ سقور الجو بواسطة طائرات اف ستة عشر ضربات جوية ناجحة اسفلت عن مقتل والي ديالا الارهابي سامي موحان بزيغ المكنة ابو عبد الرحمن واستهدفت ايضا خلالها اوكارا بداخلها عناصر من عصابات داعش الارهابية في قاطع ديالا في بحيرة وسلسلة جبال حمرين وفي ملف متصل بالاستقرار المجتمعي بعث مستشار الامن القومي للعراقي قاسم الاعراجي رسالة اطمئنان للصحفين عقب الحاملة التي شنتها وزارة الداخلية ضد المحتوى الهابط والتي ادخلت مواقع تواصل اجتماعي في حالة انذار وقال الاعراجي انه لا يوجد هناك تعصف او استهداف لشريحة الصحفيين والاعلامين فحملة والمحتوى الهابط تستهدف الاشخاص الذين اساءوا استخدام مواقع تواصل اجتماعي واساءوا للشعب العراقية والصحفيون والاعلاميون محل احترام وتقدير واضاف ان كل من يعمل على زعزعة امن واستقرار العراق واشعة الفوضى سيكون هو المستهدف وذلك ردنا على مخاوف من استغلال الحملة للاستهداف السياسي او تخويف الناشطين وفي اساسيات تعزيز الاستقرار اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو مواصلة جميع الاجراءات اللازمة لطيم لف نزوح وارجاع جميع النازحين لمناطق سكنهم الاصلية واشرت الى ان العارض الرئيسي امام عودة الكثيرين هو مشاكل عشائرية مؤكدة قرب عودة 200 اسرة من مخيم الجدعة في وقت اعتبر المتحدث باسم الوزارة علي عباس ملف مخيم الهول السوري مشكلة دولية يجب حلها ضمن الرؤية التي طرحها متشار الامن القومي في اعادة الدول توطين رعاياها مضيفا ان وزارة الهجرة تتعامل مع الملف على مستوى انساني وهذا لا يعني بان نغفل عن الجانب الامني حيث تم اتخاذ اجراءات كثيرة في هذا الصدد هناك الخطة الوطنية اللي تبنتها ايضا هذه الحكومة لعودة النازحين في نينوى حقيقة هناك فقط مركز الجدعة للتأهيل النفسي وهذا باقي لكن هناك عدنا مخيم اللي هو مخيم جدعة خمسة لمتبقي تقريبا 721 عائلة في الاسبوع القادم سيعودون اكثر من 200 عائلة مشاكلهم الحقيقية مشاكل عشائرية فبالتالي نحتاج الى حوار دائما ومستدام مع عشائرهم حتى نقدر نعودهم في حال لم نصل الى حوار نهائي سيكون هناك خطة بديلة مع المحافظة انه يكون ادماجهم في مناطق بديلة غير مناطقهم الاصل باعتبارهم مشاكل لن تحل مخيمات اقليم كردستان انا ذكرت قبل قليل هناك عودة واغلبية النازحين هما من سنجار شهدنا بالاسابيع السابقة عودة ما يقال 39 عائلة يزيدية من بعد توقف كان ما يقال بسنة ونصف فاستأنفنا بعودتهم الى مناطقهم الاصلية لكن احنا تعرف لا نستطيع كوزارة تجرب مهجرين انهاء هذا المنف حقيقة بمفردنا نحتاج دعم باقي الوزارات والمؤسسات نحتاج انه اليوم تتوفر كل الخدمات الانسانية في مناطق سنجار حتى يعودون المدارس المراكز الصحية دور السكن تكون معمرة بالكامل خطوة رئيس الوزراء باستملاكهم الأراضي لأهالي اليزيدية في سنجار بعد توقف السنين هذا كان بحد ذات خطوة إيجابية عدنا مشاريع مع الهبيتايت وأيضا مع صندوق أعمار سنجار هو بناء وحدات سكنية هذا رح يسرع من عودتهم أيضا توفير الأمن المستتب في هذه المناطق مهم جدا لعودة النازحين عدنا بعض المخيمات في سليمانية أيضا بيها مشاكل عشارية لتعمل الحكومة مع المستشارين ومع الحكومة المحلية وأيضا بنشهد عودة يومية يعني أنا ما أقدر أنطي بتحديدا أنه متى رح ينتهي هذا الملف لكن الحكومة برنامجها تبنت أنه يتم إنهاء هذا الملف خلال ستة أشهر ونسعى إلى أن ينتهي إن شاء الله بهذه المدة اللي يمذكوره في البرنامج الحكومي لكن بعد تضافر الجهود لكل مع وزارة هجرة حتى نقدر ينهي هذا الملف بشكل نهائي وشكل جزيلا وفي الجانب الاقتصادي من الاستقرار العراقي اجتمع وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع ليث الشهر مع وفد حكومة قيم كردستان الذي ضم عددا من المسؤولين ووفقا لبيان صادر عن الوزارة فأن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة لقاءات يجريها وفد الاقليم مع المسؤولين في وزارة النفط لبحث ومراجعة المواضيع ذات الشأن المشترك وخصوصا المشاكل العالقة بين المركز وكردستان في ملف النفط والطاقة وأكدت وزارة النفط على التزامها إدارة الثروة الوطنية وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها وفقا للدستور والقوانين والتعليمات النافذة وبما يعود بالفائدة لأبناء الشعب العراقي بجميع مكوناته فيما تؤكد حوارات سياسية قرب الاتفاق على تمرير قانون النفط والغاز واحتواء الخلافات بين بغداد وأربيل وضمن هذه التداعيات وتحذيرات نفت وزارة الثروات الطبيعية في قليم كردستان ما وصفته بشائعات مضادلة حول تهريب النفط من الإقليم عبر ناقلات وبايحه لإسرائيل مضيفة في بيان أن تلك الشائعات تهدف فقط إلى نسف وتفويت الفرصة الذهبية التي أوتيحت بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لحل المشاكل العالقة وأكد البيان أن النفط الإقليم يتم تصديره بالكامل عبر خط الأنهبيب وتحت رقابة شركة ديلويت الدولية المحايدة مشددا على أن وزارة الثروات تحترم دائما الدستور والقوانين الاتحادية العراقية وعلى الجانب الأخر من تفاصيل الشان العراقي تقفز إلى الواجهة الكفاءة الطبية المتراكمة قبل أن تؤخر عجلتها الأزمات ومع ذلك لم تتوقف حيث أكد وزير الصحة صالح الحسناوي أن طلبة الطب من العراق حصدوا 54% من المراتب الأولى على صعيد الدول العربية وذكر الحسناوي أنه سيتم تكريم الطلب الأوائل الذين حصلوا على المراتب الأولى من الدول العربية كافة وأن ما حققه طلبة العراق يعتبر تكريما للطبيب العراقي ودلال على حجم جهد الطلبة وأساتذتهم وأوضح أن العراق يسعى لتطوير الدراسات العليا بما فيها البورد العربي وستطرح مقترحات على المجلس الوزاري بهذا الخصوص فيما يؤكد أطباء عرب أنهم اكتسبوا خبرة كبيرة من تعلمهم الطب في الجامعات العراقية بينما الطبيب العراقي يحظى بأهمية في المستشفيات والجامعات العربية والدولية تتابعونا في نشرتنا بعد فاصل قصير رئيس كردستاني يوقع كتاب عزاء ضحايا الزلزال في القنصلية التركية ومسرور برزاني يلتقي الشيخ محمد بن راشد المكتوم في دبي والاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد مقاطعة اجتماعات مجلس وزراء الإقليم وغرفة تجارة السليمانية بصدد اعتماد الدينار العراقي في تعاملاتها مع توقعات باستقرار سعر الصرف وما يقرب من 32 ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا والحصيلة قطت ضعف والسوريون يشكرون الأمم المتحدة على خضلانها لهم والجيش الأوكراني يؤكدوا أنه صامد على طول خط الجبهة في دونتسيك واليابان تواجه مشكلة نقص اليد العاملة وشيخوخة المجتمع بالروبوتات إلى تفاصيل مجددا أهلا بكم وقع رئيس أقليم كردستان شيرفان بارزاني كتاب العزاء في القنصلية العامة تركية بمدينة أربيل وذلك في أعقاب الزلزال المدمر في السادس من شباط الجاري وذكرت رئاسة الأقليم في بيان أن بارزاني زار القنصلية العامة تركية لحضور تعزية ضحايا الزلزال الذي أودى بحياة ألاف الأشخاص في تركيا وسوريا وسجل خلال الزيارة برقية تعزية قدم خلالها تعزيه باسمه وباسم كردستان شعبا وحكومة إلى القيادة التركية وأكد وقوف الأقليم مع الجميع بقلب وعقل حزين مضيفا أن عقولنا وقلوبنا مع الشعب التركي وأهالي آلاف الضحايا الذين لن ننسى أبدا أصورا مأساوية للدمار كما أكد أن الأقليم على استعدادا لتقديم كل أنواع المساعدة الممكنة ومن جانبه عبر القنصل العام التركي عن امتنان بلاده لمشاركة وتعاون بارزاني في العزاء وموقف كردستان شعبا وحكومة لمساعدة الضحايا التقى رئيس حكومة قريم كردستان مسرور بارزاني نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد المكتومة ونشر بارزاني على صفحته في فيسبوك قائلا التقينا في مدينة دبي نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد المكتومة وضف وجرى في اللقاء الذي حضره ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتومة وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين كردستان والإمارات العربية المتحدة وتبع شكرنا دولة الإمارات على دعمها المتواصل للإصلاحات التي تنفذها حكومة الإقليم ولسيما في مجالي التجارة والإستثمار وعبر الشيخ محمد بن راشد عن سعادته بزيارة وفد حكومة كردستان كما عرب عن رغبته في توطيط أفاق العلاقات الثنائية على كافة الأسعاد قرر الوزراء والمسؤولون في حكومة إقليم كردستان من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء احتجاجا على إدارة شؤون الإقليم مؤكدين في الوقت نفسه استمرارهم في أداء مهامهم الحكومية وقال المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس حكومة الإقليم سمير هورامي خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية أن فريق الاتحاد الوطني في الكابينة التاسعة لحكومة كردستان قرر مقاطعة جميع اجتماعات مجلس الوزراء لكنه مستمر في تقديم الخدمات للمواطنين وضف الفريق لديه ملاحظات وأشكالات حول إدارة الحكومة وخصوصا تلك المتعلقة بواقع محافظة السليمانية والمناطق التابعة لها كما أشار إلى أن الحزبين الرئيسيين في الإقليم الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين عقدوا اجتماعا لبحث وحال تلك المشكلات والملاحظات لكن حتى الآن لم تكن هناك أي نعكاسات لذلك الاجتماع على أرض الواقع أعلن برلماني عن محافظة السليمانية أن غرفة تجارة وصناعة المحافظة ستعتمد الدينار العراقي في تعاملاتها اليومية متوقعا استقرار سعر الصرف قريبا بعد خطوات البنك المركزي العراقي الإصلاحية وقال بريال رشيد خلال مؤتمر صحفي في السليمانية أن خطوات البنك والرئيس الحكومة العراقية كانت بالاتجاه الصحيح وقد حظيت بمباركة البنك الفدرالي الأمريكي بصورة كبيرة كون مضمون النقاط السبع التي تم الاتفاق عليها تنص على اعتماد نظام مصرفي في تعاملات المالية مؤكدا أن اتباع هذا النظام سيسهم في معالجة الكثير من المشاكل المالية كما أشار رشيد إلى أن غرفة تجارة وصناعة السليمانية تحاول مع جهة معنية أخرى اعتماد الدينار في جميع تعاملات اليومية المتعلقة بحياة المواطن من بيع وشراء وقروض واستثمارات كون واردات المواطن العراقية هي بالدينار ويجب أن تكون تعاملات بالدينار حتى لا يتضرر في حال كانت هناك حالة عدم استقرار بسعر العملات الأجنبية تجاوزت حصيلة قتل زلزال الذي ضرب جنوب تركيا خمسة وعشرين ألفا وستمائة شخص وعدد المصابين نحو مئة ألفا مع استمرار البحث عن ناجين بالرغم من تضاءل الآمال في العذير عليهم ورغم مرور نحو أسبوع على حدوث زلزال كهرمان مرعش المدمر فأن الهزات الارتدادية لا تزال مستمرة حيث أعلن المركز الأورو متوسطي لرصد زلازل تجيل 70 هزة أرضية في تركيا السبت الماضي تراوحت بين 3.7 درجات على مقياس رختر ووعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتهاء من رفع الأنقاض بأسرع وقت وبدء عملية إعادة أعمار المدن التي تضررت من الزلزال وفي عمليات البحث عن أحياء تحت الركام أسهمت الكلبة المدربة سيلة في إنقاذ 12 شخصا وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته أن سيلة كلبة مدربة تابعة لكذبة الانقاذ من الكوارثة الطبيعية أصيبت بجروح في قدميها بسبب قطع الزجاج والمعادن المتناثرة وأخذ عطل العلاج من قبل البيطرينيين المتطوعين أعلن الدفاع المدني في شمال السورية انتهاء عمليات للإنقاذ بعد أن وصل عدد الأموات في سوريا إلى نحو 4500 شخص ويواجه ملايين السكان أوضاعا أكثر تعقيدا في ظل عدم شبه التام للمساعدات الدولية على الرغم من الإعلان عن دخول أولى قوافل الإغاثة المقدمة من الأمم المتحدة وتركيا من خلال معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وفي زيارة لمدينة حلب في شمال غرب سوريا التي ضربها الزلزال قال الرئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس أشعر بحزن كبير لرؤية الظروف التي يواجهها الناجون التقص بارد ووصول محدود جدا للماء والطعام والماء والتدفئة والرعاية الطبية فيما أقرت الأمم المتحدة بفشلها في مساعدة ألاف المدنيين السوريين وعزها عن إيصال المساعدات إلى المنكوبين في شمال السورية واعتبر مارتين جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن المنظمة خذلت السكان شمال غرب سوريا أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية تصاعد من هجماتها على عدة محاور شرقية وقال الرئيس الأركان إن موسكو تنفذ نحو خمسين هجوما يوميا مؤكدا أن الروس يتلقون خسائر فاضحة كل يوم كما قالت وزارة الدفاع البريطانيا في آخر نشرة يومية لها إن الروسيا من المحتمل أن تكون قد عانت من أعلى معدل للخسائر خلال الإسبوعين الماضيين منذ الإسبوع الأول للغزو وأشارت إلى أن متوسط الخسائر البشرية للجيش الروسي خلال الأيام السبعة الماضية بلغ 824 في اليوم أي أكثر من أربعة أضعاف المعدل المبلغ عنه خلال الفترة من حزيران إلى تموز 2022 وأشارت إلى أن الجيش الأوكراني يعاني هو الأخير من استنزاف كبيرة لكنها لم تقدم أي أرقام بهذا الشأن وقال قائد الجيش الأوكراني أن قواته تدافع عن البلاد على طول خط المواجهة في دونتساك بما في ذلك بلدة مخموط المحاصرة مع احتدام أعنى في المعارض في مدينتي فوليدار ومارينكا وسط نقص تشهده اليابان في اليد العاملة إضافة إلى مشاكل العزلة الريفية تعمل حكومة توكيو على تخفيف قوانين المرور من أجل السماح لروبوتات التوصيل المستقلة بالنزول إلى الشوارع والعمل واليابان واحدة من أكثر شعوب العالم تقدما في السن عيث يزيد عمر ما يقرب 30% من مواطنيها عن 65 عاما وعيش الكثيرون في مناطق رفية خالية من السكان تعقد مسألة الوصول إلى الضروريات اليومية كما أن نقص العمالة في مدنها والقواعد الجديدة التي تحد من العمل الإضافي لسائقي الشاحنات تجعل من الصعب على الشركات موكبة متطلبات التسليم والاستهلاك وقد تكون الروبوتات ذاتية القيادة مفتاحا لحل هذه المشاكل وحاليا تعمل عدد شركات يابانية بشكل مشترك على اختبار هذه الروبوتات في شوارع توكيو وردوا فعلا الناس الأول جاء إلى حد ما إيجابيا بحسب ما يذكره المهندس داي فوجي كاوا من العملاق باناسونيك أحد المشرفين على المشروع مع ذلك تقول الحكومة أن انتشار هذا النوع من التكنولوجيا في الشوارع سيحدث تدريجيا حيث هناك في المقابل ضغط لحماية الوظائف التي يؤديها البشر إلى تذكير بأبرز وأهم العنوين محافظ صلاح الدين يحدد أولويات المشاريع الاستثمارية المقبلة ويتابع الأوضاع الأمنية والخدمية في قضاء الطوز تيكريت تشاطر سامراء أزمة الجاز والسواق يتهمون المحطات تهريب حصصهم والدلعية محطة استراحة جديدة لطريق مارسيدس بينز مراقبنا يؤكدون نجاح سوداني إسقاط ورقة ثورة الجياع من بعض المنافسين وضوء أخضر أمريكي لدعم توجهات ضبط الأسعار ووزير الخارجي الإيراني في بغداد بوساطة حوار مع رياض وواشنطن وطلاب كليات الطب العراقيين يتقدمون على زمولائهم العرب شكرا لحسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة